تعالوا اشرح لكم بقى القصة ايه هم عاملين البطولة 3 بطولات بمشاركة 64 نادي مقصمة الى 3 دوريات اللي هي الازرق ودور النجوم والذهبي بقى اللي هو في ريال مدريد بقى وبرشونا والكلام ده كله حلو؟ ال64 فريق دولة هيلعبوا 3 دوريات كل دوري دور النجوم بيدوم 16 فريق يتم تعوزعهم على مجموعتين والدور الزهبي يضم 16 فريق يتم برضو هيتقسم على مجموعتين اما الدور الثالث بقى اللي هو الازرق ده 32 فريق من المستويات الاقل طبعا يتم توزعهم على اربع مجموعات تضم كل مجموعة 8 اندية تتنفس الاندية دي بنظام خروج المغلوب بعد كده بحيث يتم اقامة مبارات التصفيات في كل دوري على الوحده على سبيل المثال يعني المتأهلين الثمانية من دوري النجوم هيخدوا الاربع فرق الاولى في المجموعة الاولى مع الاربع فرق التصنيف ونظام الزهب والاياب والخروج انا تعليقي بقى على القصص دي لان هم عاملين كمان ايه بقى الدوري النجوم اخر فرقتين ينزلوا للدوري الزهبي والدوري الزهبي اخر فرقتين ينزلوا للدوري الزهبي تعليقي هم كمان حاطين ان احنا هنختار اللي يخرج من الدوري اللازرق ده هنختار تانين بناء على مش نتائج مش ترتيب مش اي حاجة اداء اداءهم في الدوريات واصلا القصة ان في 12 نادي هيلعبوا على طول تم هم جمعوا بعض كده واحنا هنعمل بطولة ايه طب بناء على ايه طب انا كده مش ههتم بالدوري مش ههتم بالدوريات المعلومات مش واضحة حقيقا وانا شايف ان ده كان اجمل حاجة نختم بيها لكن الحلقات اللي جاية هنكمل تفاصيل كتير خلال الفترة اللي جاية لان الموضوع مش هواقف لحد هنا لأ الموضوع لسه مكمل وهم جربوا في افريقيا والموضوع برضو مش عارت ما كانش ليه ابيعاد ولا بقياس انت اخترت تمام فرق مش بناء على اي حاجة قالك تصنيف وبعدين لانا سنبا التنزاني من بره التصنيف وهكذا يعني احنا هنشوف مع بعض الاسابيع اللي جاية هنتبع مع بعض موضوع دوري السوبر ده ومش هنسيب الموضوع ده لان احنا انا عايز اعرف مصير في الاخر دوري ابطال اوروبا ايه وهل الفرق دي خلاص هتلعبه ما خلي بالك انتها مفيش ترتيب دوري بقى المفروض كان اول الدور بيروح لتشاملس ديك وهكذا هنشوف مع بعض